الهدية النبوية تطلع من البيت وما تدري كيف تأتي لك الأمور تترتب أبناؤك يعودون صحتك يبارك فيها كل باب مغلق ينكسر قفله أحبابي يقصع سلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية وفي رواية ورزق من غير ما يحتسب إذا أتى أحد إلى الحسن البصري فقال إني أريد الولد قال استغفر آخر يريد التجارة استغفر لما أحبابي لأن كلمة استغفار معناها أنك تحقق العبودية للملك الغفار جل وعلا كأنك تقول أنا عبدك الضعيف أذنب دائما لكن يا ربي سألوذ بجنابك وسأطرق بابك وسأطلب منك أن تغفر هذه الذنوب التي لحقتني وكم ذنب ذنوب لا حد لها ولا عد شيء نعرفه شيء ما نعرفه أحصاه الله ونسوه ولذلك دائما إذا فتح الله على لسانك استغفر الله استغفر الله استغفر الله فتأكد أيها المؤمن أن الله إذا فتح لك باب استغفر الله أنه سيغفر سيفرج سيعطيك سيعطيك حتى والله عقلك يأتيه دهشة الله إذا أعطى أدهش العقول الله إذا أعطى يدهش عقلك من كيف طيب يا شيخ هذا كربة أنا مريض مرض أنا مديون أنا أولدي ظال أنا ألزم الاستغفار أنا عقيم الطباء يقولون لا ولد ما يمكن في حمل ما في حيوان منوي ما يوجد بويضة يا أخي الحبيب استغفر استغفر هذا العظيم الذي أمرك أن تستغفر وعدك أن يفرج كربك الله أكبر فيا معاشر الأحباب الغناء بوابته الاستغفار العافية بوابته الاستغفار الاكتئاب ذهابه بوابته الاستغفار الحزن خروجه من القلب بوابته الاستغفار إنشراح الصدر بوابته الاستغفار صلاح الذرية بوابته الاستغفار استغفار اللسان مع القلب وليس تحريك اللسان فقط لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله